حصلوا المطش وإنه الحكم أنهاء المباراة اتحاد الكرة من ربع ساعة طلع بيان أنه نأسف لهذا المشهد وستطبق اللائحة علماً بأنه تم تنصيق مع الأمن وقد تبيننا لنا أنه لا توجد أي عوايق تحول دون وصول حافلتين الفريقين إلى ملعب المباراة اتحاد الكرة بيقول أنه هنطبق اللائحة وإحنا أمبارح كان معنا رئيس اتحاد الكرة أو رئيس اللجنة الخماسية التي تدير الكرة في مصر قال أمبارح أنه يعني يعتبر الزمالك مغلوب 2-0 وأنه يتخصم منه 3 نواط و6 نواط في نهاية الموسم طيب ده كان المطشو إحنا شفناه الأهل يوصل الحكام وصلوا نزلوا الملعب الدنيا بتمطر سخنوا الراجل صفر بداية المباراة استنى تلت ساعة أو أكتر حتى من تلت ساعة أعلن نهاية المباراة لعبت الأهل وقفت احتفلت خرجت مشيت حافلت نادي الزمالك شفناها وشفناها وهي راجعة وهو الأخر وكل هذي الأشياء ببساطة شديدة المشهد يكسف المشهد يسيء للكرة المصرية المشهد محدش مفسوط منه يعني مفيش حد في مصر تلاقيه بيدافع عن اللي حصل ده النهار يعني محدش هيجي يقول يا جماعة لا أصل وكذا أصل يعني مفيش حجاج النهار شيء سيء شكلنا وحش وسبكوا من حكاية قدام العالم وبرة لأنه انت بتوصل لمرحلة حتى أنه برة مش هيبصلك لأنه يعني اللي انت بتعمله ده لا يليق أنه يبان برة يعني أنه حد يتابع دولة بيجرى فيها الكلام ده فأعني مفيش حتى برة إنما جوه الناس كلها متضايقة الناس كلها مش مبسوطة ولقاء قمة طيب انت انسحبت خلاص ما جيش عايز مش جاي تقين أنا منسحب مش جاي مش لاعب عندك مبررات عندك بطولة أفريقيا عندك فرق قوية مش عايز تروح معترض منسحب إنما إيه لازمة المسرحية اللي اتعملت دي كلها خلينا أقول لحضراتكو جملة وأنا قلقي لما أستخدم يعني كلمة عاملة كده جملة فاصلة فاصلة توبيس بتاع نادي الزمالك وتوبيس النادي الأهلي أيضا تقليديا مش بس النهاردة عندما يخرجان من المكان اللي بيبقى فيه اللعيبة سواء كان معسكر في نادي أو في فندق بيطلع معا الأمن دي حقيقة عارفينها بقالنا خمسين سنة وعارفين النهاردة بالتحديد علشان المطر واو الأخله إن الأوتوبيسات طلعوا معاها أمن سؤال بسيط الأمن اللي كان ماشي قدام عربية الزمالك عربية الزمالك عملت إيه أنا ما بسألش أكتر من كده أنا مش راضي بحكم حد أنا بتكلم على الأمن المصري جهة رسمية مصرية ماذا فعل أوتوبيس الزمالك؟ هل بالفعل أوتوبيس الزمالك بعد ما طلع من نادي بشوية رحواقف ونزلوا اشتروا مية؟ هل بالفعل أوتوبيس الزمالك بعد شوية نزلوا اللعيبة من الأوتوبيس ودخلوا جامع ليقضوا حاجاتهم ويصلوا لعيشة؟ هل صحيح أن بعد شوية وقفوا الأوتوبيس ونزلوا اللعيبة وفتحوا الكبوت بتاع العربية من وراء ووقفوا جنبه؟ هل صحيح أن اللعيبة والأوتوبيس رح نازل رمسيس بدل ما يكمل فيه الكبر اكتوبر؟ المسؤول الأول قدام المصريين كلهم هو الأمن المصري مش مسؤول أنه هو وصل أو ما وصلش مسؤول أنه هو يقول لنا الحقيقة كيف صار أوتوبيس الزمالك؟ هو ده الكلام على فكرة أنا ما عندش مشكلة أنه كنا ننسحب خلاص يعني أنا ده قرار ومجلس إدارة وشايف أنه مايلعبش ومايروحش وفيه الترجي والدوري مش مقوط دوري رايح رايح والنهاردة الأهلي خلاص فاز بالدوري المصري انتهينا يعني ويستحق منظر الأهلي فيه الأستاذ محترم لعيبة محترمين إدارة محترمة بتحترم رياضة بتحترم دوري بتحترم جمهور إنما اللي حصل ده أنا بسأل بس سؤال هل صحيح أنه الأوتوبيس ده ما كانش رايح؟ طب الأوتوبيس اللي قعد أربعة ساعات يوصل رجع إزاي النادي في نص ساعة؟ نحن نعلم أن الأوتوبيسات ديت طب ما هو نفس الأمر كان على النادي الأهلي نفس الأمر كان على حكام المباراة نفس الأمر كان على الإداريين نفس الأمر على كل شيء شو معنى أوتوبيس الزمالك؟ أنا بطلب بشكل واضح من الأمن المصري أن يفصح عن هذا الأمر هل صار الأوتوبيس بما يرضي الله؟ هل فعلا الأوتوبيس تعرض لظرف قهري؟ وبعدين عايزين نقول حاجة أنت من الأول عارف الدنيا بتمت ومن الأول عارف أن فيه مشاكل ومن الأول عارف أنه فيه كذا إيه هو الظرف القهري اللي أنت تعرض طوله؟ أنا بقولي الكلام ده وأنا زمالكاوي أنا بقولي الكلام ده وأنا زمالكاوي بس حقيقي بجد حقيقي بجد تقلمت من المشهد تقلمت من الشكل تقلمت من الطريقة تقلمت من الحكاية ان احنا نوصل لهذا المستوى لهذا المستوى خلاص مش جاي انت هنا الناس كلها تبعارفة ان الزمال كلاني يعطي اليوم طب وعايز اصحي سؤال لعيبة الشباب الصغيرين دول اللي عادين جوه الاوتوبيز ده انت بتعلمهم ايه الشباب ده بتعلموا ايه بتقولوا احنا بنعمل ايه ايه الغرض ايه الهدف عايز تنسحب عايز ما تروحش المطش ما تروحش المطش حاسس انه المطش مش مهم حاسس ان انت مرق مش عايز انتصاراتك اللي عملتها الاسبوع اللي فيها التبوز مليون سبب افهمهم واتفهمهم شوف قد ايه بقى انما المسرحية دي والشكل ده لازم حد بقى يتحاسب عليها جماعة انا ما بتكلمش لا على بلاغ للسيد النائب العام ولا على مش عارف ايه ولا كلام من ده الحساب الجماهيري الحساب بتاع الحقيقة الحقيقة ببان ويتعرف ايه اللي بيتعمل وكل واحد يبان على حياته ساعات الصراحة والحقيقة تبقى اقوى من اي قانون تبقى اقوى من اي سجن تبقى اقوى من اي حاجة فانا بس باسأل وانا متأكد انا متأكد زي ما انا يعني حتى بيان الاتحاد انا مش جابي كامل عندي ان هذا الاوتوبيس كان مرافق له الامن المصري والامن المصري مش مرافق يعني كان مثلا انه راكب موتسك لا بيبقى في قوة وتأمين وكل شي وإلا يبقى احنا بنهضر يعني انه اوتوبيس نادي الزمالج كان ماشي في شوارع القاهرة بلا تأمين وهذا امر لم يحدث ولن يحدث والدخلية المصري عمرها ما عملت كده عمرها التأمين بتاعنا احسن تأمين في الدنيا فالسؤال ببساط هل الناس دي فعلا نزلوا جابوا مية هل الناس دول فعلا وقفوا عند جامع عشان عايزين يعملوا بي بي هل الناس دول فعلا نزلوا من فتحة كوبري اكتوبر ونزلوا علشان يمشوا في شارع أبطأ لو ده حصل يبقى يجب ان تظهر الحقيقة وإلا وإلا يبقى الامن المصري هو المسؤول يبقى الامن المصري هو المسؤول الامن المصري قصر في تيسير رحلة اوتوبيس الزمالج للوصول للستات ما هو حاجة من اتنين وأنا شخصيا لا أظن لم تحدث لم تحدث لأنه الامن وصل الحاكم والحكام أو وصلوا متأخر بس وصلهم بأمن وامان الأهل يوصلوا للستات بأمن وامان نفس الشرطة نفس الجهاز نفس الوزارة اش معنى اوتوبيس الزمالج طب اوتوبيس الزمالج طب اوتوبيس الزمالج تلعي الساعة كم كل ده انا بتكلم على اشياء رسمية انا لا اتحدث عن حاجة مثلا اصنو فيه شركة حراسة خاصة اصنو لا 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 انا اتحدث عن الامن مصري وانا اصق في الامن مصري اللي هو هيقوله رح اسدقه هقول لي والله يا عمر احنا معرفناش نوصله والطريق كان صعب والدني وقفة شكرا حضرتك ده كلامك ده لا يا عمر ده هم وقفوا كذا مرة وتعمدوا التأخير لانه لو ده حصل انا لا اطالب بقى لا بعقاب ولا لجنة التظلمات ولا لجنة القيم انا اطالب بالحقيقة ودي حمد ده ايش حد وعلى فكرة برجع تاني اقول لحضراتكم لم يكن عندي اي مشكلة في انه الزمالك ينسحب او الزمالك مايلعبش فاهم اما المطش انت بالنسبة لك الدوري رايح انت بالنسبة لك المهم بطولة افريقيا انت بالنسبة لك مش عايز اللعبة تتكسر انت كل شي وعلى فكرة من قبل من قبل كان النادي الاهلي في سنة من السنين في عهد الكابتن جوري نزل لعب بالناشئين بس كان راح الاستاد ونزل الاستاد ولعب بالنستاد وكسب الزمالك ثلاثة اتنين مبارلة ننساها ناشئين النادي الاهلي بقيادة الجهري معروفة الحكاية فانت كان ممكن النهاردة والله انا عايز ادي فرصة للناشئين بتوعي يتدربوا كويس يفتاع انت مقرر حكاية دي من مبارح فريقك الصغير ييجي لو اتغلبت محدش كان حيقول حاجة رغم انه ميدوا النهاردة كتب اهلا انا نفسي الشباب دول ما يوصلوش يعني كان خايف عليهم من البهدلة ممكن كان يبقى سكور عالي فالعيبة دي تتهزم هزيمة كبيرة هي مش مسؤولة عنها عنده حق يميدوا لما كان يقولي الكلام انا مش بحمل حد المسؤولية انا بقول بس يا جماعة يعني صعب بقى كمان جوه مصر وجوه القاهرة اوتوبيس طالع من ميتعوبة لمدينة نصر ما نعرفش ايه اللي حصل فيه صعب ما حدش يقولي ما حدش شاف اصلا الامور ملتبسة اصلا الحكاية ما شوف نهاش لا قولي انه حصل كسر وعلى فكرة ما حدش شاي المسؤولية حد انت رايح تأمن اوتوبيس جيلي اوتوبيس اقال لك والله انا هنزل نشتري ميا هنزل نشتري مياه احنا اللف وراجعين انا دوري كام ان انا بأمنك في مصارك انا مش دوري اقولك روح الاستاذ او ما تروحش لعب مصطفى محمد او ما تلعبوش اوصل الاستاذ انا دوري حضرتك طالع من الاستاذ وراجع من الاستاذ امنك رايح جاي قررت تنزل رمسيس انت حر انا ملياش دعوة قررت تدخل الجامعة انت حر في ناس عايزة تخش تقضي حاجة انت حر على فكرة الدخلية ملياش دعوة بس انا بقى بطلب من الدخلية ان تقول لنا الحقيقة هل هذا الامر حدث ولا ما حدثش لو ما حدثش يبقى خلاص يا دار مدخل كشر والاوتوبيس ظروفه صعبة وما قدرش يوصل وما عرفناش نسلك له السكة والسكة كانت بقفولة وظرف قهري وحاجات كده لو الاوتوبيس ده لف اللفة بتاعته الحلزونة يام الحلزونة يبقى بقى ده هزا امر اخر وانا لا اطلب شيء انا لا اطلب شيء انا لا اطلب عقاب ولا اطلب مش عارف ايه بتاع العقاب موجود النهاردة في اتحاد الكورة اتحاد الكورة كان واضح ولم يتأخر طلع بسرعة وقال نعم وعلى فكرة من غير اتحاد كورة في حاكم في الماتش واحنا كلنا عارفين الاجراءات وكلنا عارفين الموضوع الحاكم وعلى فكرة انا كمان مش واقف عند حكاية يفضحتنا ده الراجل حيرجع الحاكم حيقول في بلد يقول اللي يقوله ولا يهمني انا يهمني البلد انا يهمني مصر هنا انا يهمني الشباب اللي بتفرد انا يهمني اذكاء روح الرياضة انه فيه رياضة وانه فيه منافسة وانه فيه اه اه شيء عظيم وانه فيه شيء راقي وانه فيه شيء محترم وانه مافيش لوع مافيش كذب ده اللي يهمني انا بربي وهي ايه اللي حيترفع بالناس اكتر من الرياضة يعني بعد كده ايه بعد انت كده تقول لي هو اغاني المهرجانات مهرجانات ايه مهرجانات ايه ده الرياضة دي الآل والزمالك دول أهم من أي مهرجنات وأهم من أي حاجة المثل والقدوة والحكاية والفوز الفريق يكسب والتاني يخسر بروح رياضية والترفع والانسياع للقانون في دولة القانون في دولة القانون في دولة القانون انا بس كل طلبه طلبي واضح جدا انه الاخوة في الداخلية يقولون مصار الاوتوبيس ده كان عامل ازاي لا اكثر ولا اقل وعلى فكرة فيش حاجة تستخبه في مصر ما فيش حاجة تستخبه اللي لادي بالكتير هيتعرف الاوتوبيس ده مش ازاي وفين وعمل ايه ومين كان جواه كل حاجة ما فيش حاجة في مصر تستخبه وفي هذه الحالة بعد ما نعرف الحقيقة بقى بس انا مش حاجة تستخبه انا لا احمل احد عن المسئولين ولا بالهم حد انا بس عايز اعرف الحقيقة وده يعني ابسط حاجة